اشتركوا في القناة ورح بتكونوا معنا على مدى ثلاث حلقات اليوم وبعد أسبوع السبت والأسبوع اللي بعده كمان مقصمين هالموضوع على حسب الأعمار الولاد الصغار بعدين المراهقين بعدين الكبار الناضجين خلينا نبلش اليوم بالتعريف عن التأتأة أي متى بتكون هي شغلة دائمة؟ أي متى بتكون هيك مرأة مرور الكرام لسبب معين بس؟ التأتأة هي اضطراب بطلاقة الحكي بيأدي أوقات لأضطراب بالتواصل وبيأدي كمان أوقات لانفعالات بسيكولوجية عند الشخص وبيأثر على انخيراته بالمجتمع على انخيراته بالمدرسة وعلى اختياره للمهنة اللي بدوا يقوم فيها بعدين بس فيه أسباب لهالموضوع يعني فيه عوامل بتخلي أنه يكون هالولد عم بيتأتي بالحكي عم بتعلق معه الكلمة أوقات وفيه درجات هيك منحس يعني فيه أولاد أكتر من غيرهم العوامل المحددة الأسباب بواضحة منقدر نحن دغير نعرفها؟ مظبوط نحن بنحكي عن عوامل ومن فيه ثلاث عوامل أهم أول شيء العامل يلي منقله فاكتور بريدسبوزان هو الاستعدادة يعني الولاد بيخلق عنده استعدادية للتقطاء وفيه دراسات عملية على عيال فيه كتير أشخاص بالتقطاء بيانية العامل الجيني أو تحولات جينية هي بتسبب هيدا العامل الاستعدادة وفيه دراسات كمان عم بتبين أهمية العامل النيروفيزيولوجي للتقطاء نونك الولاد بيخلقوا عنده استعدادية للتقطاء بيصير فيه عامل مثير أو حيالة إذن ما قوي بالنسبة بحياته للولاد مثل ميت حدا بالعيلة غير مدرسة خلق خي أو أخت عنده نونك بتخلي هالتقطاء تبين بس هون كمانا أوقات أهل بيقولولنا أنه بيانيت التقطاء بلا عامل كتير مهم بحياته وبس يبليش الولاد يتأتي هون فيه تالت عامل يلي هو العامل المثبت يلي بيخل التقطاء تتأصل يعني أوقات كتير المحيط من أهل أرايب أصحاب عن نية منيحة بيعطوا إرشدات للولاد أو بيلفتوا له نظره على طريقة حكيه مثلا بيقولوله حكي عم أهلك خد نفس ليه عم تحكي هيك أصحابه أو أخواته بيتمسخروا عليه نونك هو بيصير ينتبه على حاله كيف عم بيحكي يعني إن كانت الملاحظات إيجابية أو سلبية على الحالتين هو كأنه عم بيضوع على هالموضوع مضبوط لأنه على زغر بعمر كتير صغير الولد ما بيكون منتبه على حاله كيف عم بيحكي أو عم بيتأتي نونك بيضوع على هيدا المشكلة بيصير الولد ينتبه على حاله أنه عم بيحكي بهالطريقة بيصير يطور استراتيجيات غلط مثلا بيشد بييده بيغمي دعيونه بياخد نفس بيقتوش الكلمة دون بيفكر أنه هولي هن الأسليبية اللي بدأت تسهل الحكي بس بالعكس بتصعب الحكي وبيصير تقطأة تتأصل وتزيد في أنواع تقطأة بتروح كليا في أنواع كمانا بتضل بتخف شوي يعني منها نفسها عند كل الناس وكمانا يعني عندي سؤال أول شي عن أي عمر بتبلش هل فيه أولاد بتبلش معهم مع بداية الحكي مع هنوع بيتعلموا حكي والأولاد آخرين بتبين بعدين لهالأسباب اللي ذكرتها هون بدنا نميز التقطأة عن التعثر الطبيعي مثل ما قلت الولد هو عم بيحكي أو عم بيطور الحكي بتكون اللغة منه متمكن منه يعني أوقات كتير الفوكابيوليغ تبعه بيكون منه غني بيكون عم بيفكر كيف بده يركب الجملة بيكون عم بيفكر كيف بده يربط الجمل ببعضهم لأنه نحنا بنعرف أنه اللغة هو شي معقد وبتستلزم تطور ونمو ذهني حس حركة نيرولوجية عند الولد بيحيدا البركور لأنه الولد بيبليش يطور اللغة من عمر السنة وبتمتد لستة سبعة سنين بيقطع بشي منه تعثرات طبيعية يعني هي مرتبطة بتطور اللغة وبتختلف عن التقطأة بس يعني نحنا كأهل لنقول كيف منقدر نشوفهم يعني كيف منقدر نفرق كمان إذا هذا الموضوع هو تعثر طبيعي بالكلام أو هذه التقطأة المظبوطة يلي بدها معالج أنه يقدر يهتم بها الموضوع لحتى نستدرك الأمور على بكير يعني لطريقة الحكي بتفرق عن بعضها مظبوط يعني التعثرات الطبيعية الناتجة عن تطور اللغوي بتختلف عن التقطأة أول شي من ناحية نسبتها يعني إجمالاً 2 لو ماكسيموم 8% بتكون موجودة بالحكي بينما التقطأة في دراسات 5 ووصلوا لـ 8 وأكتر من 8% ومش بس النسبة حتى الشكل يعني الولد يلي بيتعثر طبيعياً بيحكي وبيعيد الكلمة مثلاً بدي بدي بيكون عم بفكر شو بده يقول بعضين أو بيعيد سياغة الجملة أنا أكل أنا بدي أكل شيء بينما الشخص يلي بيشد بدي بعيد وبعيد كتير أكتر من الولد يلي بيتعثر طبيعياً بيقطوش الكلمة بالنص مثلاً شو كولا نفسه بيكون غلط تانياً لنا العدد يعني بيعيد أكتر من الولد اللي بيتعثر طبيعياً والطول يعني الولد يلي بيتعثر طبيعياً تطلع الكلمة بعد فترة زمنية أقل من وقته عنده تقطأة بيتويل كتير تا نعم أوقات بنشوف هيدا الشيء التقطأة المظبوطة ولكن مش بشكل دايم عند بعض الولاد يعني أوقات بيحكوا كتير منيح فجأة ما بنعرف ليش بيقولوا شغلة بتعلق معهم وما بيعد يقدر يلفزها وكمان مثل ما عم بتقولي بيرجع بياخد نفس بيوقف بعيدة لحتى تطلع معه الكلمة ليه أوقات بيصير هالشيء مش دايماً يعني وقت هيك مزبوط هلأ أوقات التقطأة بتبين وبتبقى وأوقات الأهل مثل ما قلت بيقولولنا بيعلق بفترات وبتخف بيعلق وبتروح هلأ هوني شوي كمانا مش حق على حدا ومش حق على المحيط بس حسب رياكسيونية المحيط أو بتخلي هيدا التقطأة تخف وتكون أبسط أو بتخليها تزيد وتبقى معني تكون موصولة بأسباب نفسية للتقطأة أو مش قد ما نحن نفتكر أوكي هلأ التقطأة جميلاً مثل ما قلنا العوامل هو الولد بيخلق عنده الاستعدادية وأوقات كتير في عامل نفسي أو عامل تخوماتيزان أوي صح يعني لنقول شاك معين لنقول مثل ما كنت عم تقولي لي تحت الهواء أن احنا من بعض الحرب شفنا أولاد كترت عندهم التقطأة يعني هول القزص بأسروا ويشفوا هلأ هيدا نوع تاني نحنا كنا عم نحكي أكتر أنواع التقطأة يلي من لقيها عند الولاد هي التقطأة يلي بيبليش مع نمو الولد على عمر السنتين وهلأ رح نرجع نحكي عنه بس فيه أوقات التقطأة بتبين مش على كتير زغر نتيجة أو صدمة نفسية مثلا على الحرب هون البيجيمان بيكون بسيكولوجيك أو نتيجة صدمة على الرأس وقع أو مناجيت مرض هولي غير البيجيمان بيبينه إثر صدمة نفسية أو شي شك على رأسه للولد أو مرض وهون مثلا العلاج النفسي بيقدر أنه يوقفها لهذه التقطأة خلينا نحكي عن العلاج النفسي أو النطق يعني مع معالجي النطق ولغة أداة ممكن يحسن أو يشفي أو ما يأثر أبدا على الموضوع هلأ نحنا منقول أهم شيء وقت الأهل يسمعوا ولدهم عم بعيد عم يتلعثم بالحكة يعني يتواجهوا عند اختصاصية علاج لغوي ونحنا هون منعمل تقييم ومنحط تشخيص منشوف إذا هيدا تعثر طبيعي إذا هيدا هيدا تقتأ شو خصائصها شو ظواهرة وهون منشوف إذا الولد محلو عنه يكفي العلاج أو لازم نحوله عند معالج آخر وهون نحنا منحط أهداف تختلف من ولد للتاني لأنه ما في ولد بيتأتي مثل التاني ما في عيلة طلب بيته أو عيلة أو لغنماتها مثل التاني وفي خصائص أو أهداف عامة لكل الولاد إشمالا منشتغلها أهم أنه ما نثبت ما نخليه التقتأ تثبت وتتقصل عند الولد وما نخليها تزيد ومنع تأكيد هنا نصايح للأهل أنه كيف يتعاملوا وكيف يحكوا مع ولدهم بطريقة أنه يكون إذا بدأ تبقى هيدا التقتأ لبعدين تبقى أبسط وأنعم يعني على جميع الحالات بتخف وبيصير الولد يعرف يتعامل هو مع الموضوع بيصير عنده تقنيات معينة يقدر يستخدمها حتى يتحسن كلامه مضبوط يعني وقت الولد بيجي عند اختصاصية علاج لغوي أو منعالجه أكيد التقتأ في نوعين تقتأ نحنا ما حكينا عنهم تقتأ يلي بتروح البيجيمان تغانزيطور أو الأصيرة المدى يلي بتروح بعد عمر معين من السنتين فيها تبقى لثمان سنين وتقتأ البيجيمان تغانزيطور يلي بيبقى المراهق أو حتى بسي خير الولد اكزاكتما بس الولد يلي مشغول معه متابع أكيد نحنا منعطي تقنيات نخفف هذه التقتأ وما تزيد نسبتها مع العمر يعني نحنا بدأ نشكرك على هذه التوضيحات لأنه بيعطوا هيك أمال وبيعطوا أنه بيخلونا نرتاح أنه الولد منه رح يضال كل حياته هيك عم بيتأتي أو عم بيستحي بين الناس أو عم بيكون عنده صعوبات تعلمية ما لحقنا نحكي عنهم كثير اليوم قد يأثر على الصعوبات تعلمية بركة الأسبوع المقبل نرجع منذكرهم إن كان للولاد أو للمراهقين أهلا وسهلا فيك أنا أستاذيا نادر اختصاصية علاج نطق ولغة من الجمعية اللبنانية لإختصاصية العلاج اللغوي أهلا وسهلا فيك نحن أخذ بريك صغير ومنرجع نتابع ليشهد لكores Clan решığıırd رحبا حسنا شكرا 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 رحبا شكرا شكرا Geschichte شكرا блок شكرا لت ej的